وعد جديد ضمن وعود حكومية لا يمل محمد الشيع السوداني من ترديدها دون تنفيذها على الأرض وعد يتعلق هذه المرة بالسياسات المالية في العراق عبر اعتماد ما يسمى بنظام حساب الخزينة الموحد ذلك النظام المالي الذي يعد بحسب دراسة للبنك الدولي احدى الممارسات في انظمة الدفع وتحصيل الارادات الضريبية والتحكم بالانفاق من خلال التعامل المركزي مع ارصدة الحسابات المصرفية الحكومية وهو النظام الذي سيتيح للحكومة الاطلاع على الرصيد الفعلي اليومي لتحديد نافقاتها بدلا من توزيعها على اكثر من حساب بحسب تصريحات السوداني وبحسب الخبراء الماليين فان هذا النظام سيبين تدفقات الاموال بصورة موحدة وواضحة سواء كانت في جانب الارادات المتحققة او في اوجه الانفاق وان عدم وجود حساب الخزينة الموحدة يمثل عنصر خلل في ايرادات الميزانية العامة وقد تأخر كثيرا تطبيق هذا النظام بسبب تعدد جهات صنع القرار في العراق وتفتت الصلاحيات وهو الامر الذي لا يزال قائما ما يلقي بظلال كثيفة من الشك بشأن امكانية تطبيق ذلك النظام بفعالية في الحالة العراقية وبالنظر الى قدر الفساد المتفشي في مفاصل الدولة العراقية فان تطبيق نظام الخزينة الموحدة سيركز عمليات الفساد في الطبقة العليا من المسؤولين واحزاب السلطة الامر الذي لن يغير شيئا يذكر من واقع العراقيين المنهوبة اموالهم والمصادرة احلامهم في مستقبل افضل بسبب سيطرة قلة من الفاسدين على مقاليد الحكم في البلاد